احنا نعرف عنك يعني انه حضرتك ان ولدت بالناصرية بالستينات نعم ما شاء الله منطقة بسيطة وريفية طبعا حضرتك طائي واخذت لقب الناصري عن الناصرية صحيح يعني احشينا عن هاي العائلة الصغيرة مالتكم والوالد شنو كان يشتغل بيتكم شون شان شكله هاي التفاصيل حابة عرفها احنا من اهل الشاطرة ونعم فان اهلنا وين اشتغلوا قبل بالكويت قبل الناس تروح تشتغل فما رجعوا من الكويت رجعوا بالناصرية عنو ولاة الشاطرة بالناصرية بشار الحبوب وابو سايق اسمه رحيم راضي هو اسم رحيم بس احنا اللغة اللي عندنا اللي ناكسة مرحيم راضي سايق سيارة رجال طبعا على بغداد شان يشتغلوا على البصرة راح الرحمة الله حمال ديك من شاء الله اي عندي اخوي هم فنان سعد بمعحد الفنون مالبصرة اللي صغير له الكبير لا تشبير اخذ الاول بالثمانينات على اساس يسافر للخارج يدرس قالوا لها تلبس ست شر اي لبص راحة بحر ويران خطيئة الله يرحمه اي والله كم اخو اخوت شنتو احنا خمس اخوان واثنين خوات يعني عائلة صغيرة تعتبروا بالنسبة ذاك الوقت لا صغيرة اي طبعا اي كانوا تلتعاش وخمسطعش وخمسطعش اي اي لا لا صغيرة اي زين وبعد اخوك الله يرحمه انت الوحيد اللي صار عندك طموح فني طبعا صحيح اي زين احنا دائما بطفولتنا يعني من رجعيش بالزمن اكو مشهد معين ما ننسى ما يروح عن ذاكرتنا يا ركن بشارعنا يا مكان ببيتنا انت شنو هذا المكان اللي من طفولتك اللي ما تنسى أبدا انا شنت ويبو اروح اشتغل سكن ويبو جاهل صغير ياخذني شوش نتوكح بالشارع يعرفون ان اصري اي فياخذني قال لي غني بالله ويسمحنا غني نوباته قال لي غني فينا غني صفن عليه الرجال قال بك تحلو تغني ثاني شي انا بثالث ابتداء عندنا معلم اسمه كريم رحيم هم بدربونا اتنا شان احنا بثالث رايحين سفر احنا ثالث دقاء قالت عاي اجي لامي قابل الناس طيبة حلوة ناس طيبة على بساطة والناصرية كانت على بساطتها قالها مسحة قالت له ها قالها ابن شو الله يغني حلو ظلت ببالي ظلت ببالي وصلت الاول متوسط متوسط الثاني الابتدائي بسبع طعش تموز مرة مدير المدرسة لاقاني انا ومنا تمشي ويا ولده هو قال الولده تعرفون هذا قالوا لا قالوا مشيه في هذا كله من هذا في المدرسة مشيه في كله من هذا الله يرحمه ايه فغنيت باول متوسط خطونا على كل درس عشر درجات قال لي حتى اذا ترسب هذا الدرس تنجح في هذا الدرس كيف تتغني منين كنت تسمع يعني يعني تسمع داخل حسن كنت أسمع حتى العمارة قبل من طفولي سأسمع سيد محمد أسمع عبد الزهر مناتي أسمع فرج وهاب أسمع عبادي أسمع المنكوب أسمع نسيم عودة أموت عليه لليوم هسا أسافر أسافر أروح الأربيل إذا مون نسيم عودة بالطريق ما أقدر ولا هذا عدي وبس ذاقك كان تريفية ما تسمع شي ثاني لو هو من الطفول لا أسمع شي النعمة أسمع المطربين وعدنا هواية مطربين كانوا بالناصرية طبعا